ينضم إلينا من رمالة من شمال رمالة تحديدا ضياء خلوشية مراسل الغد يقضعنا بآخر المستجدات لديك نعم أبدأ في آخر المستجدات في هذه اللحظات سيصار إلى تشييع جثمان جهيد فلسطيني من بلدة بيتريما شمال مدينة رمالة كان استشيد برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب ثمانية أخرين خلال اقتحام قوات تجارة من الجيش الإسرائيلي اقتلف مناطق الضفة الغربية وصلت إلى 35 معتقل على وجه التحديد من مناطق متفرقة حصيلة الشهداء ارتفعت إلى ثلاثة شهداء فجر هذا اليوم في مناطق مختلفة أيضا في شمال الضفة الغربية وفي أيضا وسط الضفة الغربية بكل الأحوال 115 شهيدا منذ السابع من أكتوبر وصلت الحصيلة الإجمالية فيما أيضا أكثر من 1600 معتقل فلسطيني تم اعتقالهم على خلفيات متعددة وغالبيتهم فعليا ينتمون إلى حركة حماس كما تزعم السلطات الإسرائيلية ولكن حتى وصلنا إلى هنا إلى بلدة بيتريما من منطقة رمالة باتجاه شمال مدينة رمالة بدل أن يكون الوقت المقدر والمفترض أن نصل إليه بنصف ساعة استغرق الوقت ساعتين على وجه التحديد نتيجة سياسة إسرائيل في الضفة الغربية بإغلاق كافة مداخل المدن والقرى الفلسطينية بصورة كاملة مما يضطر الفلسطيني الذي يريد الذهاب ويتنقل من وإلى مركز مدينة رمالة أن يسلك ويدخل إلى أكثر من ستة قرى فلسطينية دخلنا قرى فلسطينية ابتداء من مدينة روابي وعجول وعبوين وديرغسانة وغيرها من البلدات الفلسطينية حتى استطعنا أن نصل إلى بلدة بيتريما حيث سيصار إلى تشيع جثمان هذا الشهيد بعد قليل ستنطلق أو بدأت الصلاة في هذه اللحظات على أن يصار إلى تشيع جثمان هذا الشهيد ولكن بكل الأحوال استطيع التأكيد أيضا بأن ما يحدث فعليا في الأراضي الفلسطينية كارثي بامتياز خصوصا بأننا تصلنا من خلال عدد كبير من الفلسطينيين في مناطق مختلفة عمليات اقتحام صور لتحطيم المنازل بصورة كاملة الخلفية تعود على منشور عبر الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الشاب أو ذاك لذلك نلحظ بأن حجم التدمير هائل وهائل في الخط الأخضر أيضا هناك حالة غريبة جدا الشرطة الإسرائيلية يوم أمس قتلت فلسطينيا برصاصها بزعم أنه حاولت تنفيذ عملية في داخل المنطقة وأيضا لمجرد الشبهة قامت بإطلاق الرصاص عليه داخل الخط الأخضر لكن اللافت في بيانات الشرطة الإسرائيلية أنها تحدثت وللمرة الأولى عن تحييد يعني الشرطة الإسرائيلية منذ الثاني عشر من هذا الشهر كانت قتلت فلسطينيين اثنين بزعم أنها اشتبعت بهما ويوم أمس قتلت فلسطينيا آخر داخل الخط الأخضر بشبهة أنه كان مسلحا بمعنى أن ثلاثة جرائم فعليا ارتكبتها شرطة الاحتلال بحق فلسطينيين استشهدوا برصاص الشرطة الإسرائيلية وذات البيان صدر عن الشرطة الإسرائيلية يتحدث عن تحييد فلسطينيين بمعنى أنه ربما هذا تطور لافت وتطور كبير حسب مركز عدالة فعليا الحقوقي رصد 161 حالة ملاحقة من قبل الشرطة الإسرائيلية داخل الخط الأخضر لمواطنين فلسطينيين داخل الخط الأخضر بسبب تدوينات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي نتحدث عن استدعاءات نتحدث عن ملاحقات نتحدث عن ربما أمور خطيرة تجري ولكن قبل قليل أيضا أفدنا بمروحية أردنية هبطت في مقر الرئاسة الفلسطينية وسط مدينة رامالله تقل وزير الخارجية حسب بعض المصادر التي وردتنا بالرئيس الفلسطيني لا نعرف من الذي سيحمله لكن مجمل ما سيدور في هذا اللقاء هو بحث الأوضاع الميدانية المتوترة والمتفجرة في الضفة الغربية وتحديدا أيضا في قطاع غزة والعدوان المستمر والذي أوقع آلاف الشهداء حتى هذه اللحظة بكل الأحوال أيضا من المقرر أن تنطلق مسيرات غضب في كامل الأراضي الفلسطينية بدعوة من النشطاء الفلسطينيين طبعا احتجاجا على المجازر وحرب الإبادة التي تجري على وجه التحديد في قطاع غزة نادي الأسير ومؤسسات هيئة شؤون الأسرة والمحررين أيضا أحصت أعداد كبيرة من المعتقلين كل يوم على الأقل هناك ما يقارب خمسين معتقل بمجمل وصل إلى أكثر من ألف وستمائة حالة اعتقال نادي الأسير أيضا تحدث حسب البيانات الرسمية بأن ما يجري داخل السجون هناك جرائم منظمة ترتكب داخل السجون بحق الأسرة الفلسطينيين من عمليات تعذيب من عمليات مصادرة مقتنيات الأسرة وحتى ملابسهم وأيضا قطاع الكهرباء وانقطاع الماء وعدم توفير الطعام وسحب الأدوية أيضا هناك تحذيرات كبيرة داخل السجون ترد إلى نادي الأسير بأنه لربما قد يستشهد عدد من الأسرة نتيجة هذه السياسة ونتيجة الحملات المستمرة القمعية داخل السجون إسرائيل خصوصا أيضا بأننا نتحدث عن آلاف العمال من قطاع غزة كانوا يعملون داخل الخط الأخضر وتم اعتقالهم لا أحد يدري عن مصيرهم بعض الأحاديث تتحدث بأنه تم احتجازهم في قواعد عسكرية إسرائيلية أشكرك من رامالله مرسل الغد